انطلقت فعليات النسخة الأولى للقمة العالمية للبنية التحتية العامة الرقمية الذي تستضيفه مصر ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائية تهدف القمة إلى خلق منصة للحوار وتبادل المعرفة والرؤى بين المشاركين في نظام البنية التحتية العامة الرقمية والمهتمين من القطاع العام والصناعة والمجتمع المدني بمشاركة أكثر من مئة دولة انطلقت النسخة الأولى من مؤتمر البنية التحتية العالمي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائية والبنك الدولي ويهدف المؤتمر لوضع سياسات وخارطة طريق لبناء التعاون والاستدامة والشمولية في البنية التحتية والأنظمة المحلية الإيكولوجية والاقتصاد الرقمي منظومات الإتاحة الرقمية هي مجموعة من المنظومات التي من شأنها أن تتيح الخدمات الرقمية للمواطنين بشكل محوكم وميسر وسائل السبب في أن هذه المنظومات الدولية رفيعة الشأن انتقت مصر لكي تصديف هذا المؤتمر هو الحمد لله ما تحقق في مصر من عناصر منظومات الإتاحة الرقمية وبأكثر من 500 مشارك من متخصصين وداعمين من مختلف دول العالم يناقش المؤتمر عددا من ملفات التحول الرقمي والشمول المالي والحوكمة والذكاء الاصطناعي ودوره في الابتكارات فضلا عن تأثيره على حياة الفرد والمجتمع إنني سعيد جدا لأن هذه الكمة تعقد لأول مرة في العالم وتحديدا في مصر ونحن سعداء نظرا لقوة الشراقة بيننا وبين الحكومة المصرية ووزارة الاتصالات تحديدا في هذه الحالة وسعداء بموافقة مصر على استضاف هذه الكمة هنا نحن سعداء لأننا هنا في قمة البنية التحتية الأولى في مصر ونحن ندعم الرؤية المصرية المستقبلية في تطوير البنية التحتية ورقمناتها وتعتبر مصر مثال يحتذى به في تطوير البنية الرقمية ومصر الآن في موقف جيد ومكانة تسمح لها بنقل ونشر هذه الخبرة في المنطقة خصوصا أن مصر لها خبرة الآن ليس فقط في تنظيمها ولكن تطبيقها على أرض الواقع ويعتبر المؤتمر فرصة هامة لجميع الدول المشاركة لتبادل الخبرات بين الجهات المشاركة ومصر في ضوء الخبرة المعترف بها في مجال الرقمنا كاريم بيبرس التلفزيون المصري